والحمد لله رب العالمين صاد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والحمد لله رب العالمين صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل لالهة إلها واحدا أجعل لالهة إلها واحدا أجعل لالهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب وانطلق المدأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم واصبروا على آلهتكم واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة لآخرة إن هذا إلا اختلاق إلا اختلاق إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة لآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة لآخرة إن هذا إلا اختلاق أعنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليك أولئك الأحزاب إن كل للا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وفصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهلتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب وهلتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وحسن مآب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باقلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الباب وليتذكر أولو الباب وليتذكر أولو الباب ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الباب وليتذكر أولو الباب ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق ولعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الزيح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فلسفاد 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 وآخرين مقرنين فلسفاد هذا عطاءنا فمننا وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وحسن مآب وحسن مآب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولن الباب وخذ بيدك ضغثا فاضطرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي ليدي ولبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين لخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدل مفتحة لهم لبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا وإن للطارين لشر مآب مآب لشر مآب مآب لشر مآب لشر مآب جهنم يصلونها فبيس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج 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 وآخر من شكله أزواج أزواج هذا فوج نقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا مزاغت عنهم لبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ لعلا إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملئ لعلا إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم وأجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر